اهلا بكم تابعين قناتي قناة مصر الان اليكم تصرحات النجوم في اخر 24 ساعة ونبدأها بتعليق الفنانة دينا على الانتقاضات التي لحقتها بعد ان نشرها صور تجمعها بالفنان احمد الفشاوي وقالت دينا في تصرحات لبرنامج ايتي بالعربي الناس بقى عندهم في مقوم طاقعات دايما غريبة بس احنا الزميل وكنا قاعدين نهزر في الكواليس وقلنا نتصور صورة وعن علاقتها بالمطبخ كشفت دينا انا بحب السمك واللحمة والحمام ومش باكل صلطة ولا فكرة شرطة الموضة مية عمر ومية سليم بنفس الفستان وسعره في متناولة الجميع والجمهور يتساءل من احنا حيث بلغ سعر هذا الفستان 3000 جنيه مصري ورمضان 2024 مايان السيد تنضم المسلسل خالد النروي امبراطورية 2 ورهام عبدالغفور تحيي الزكرى الاربعين لوفاة والده وبتعلق انا في كابوس بس مكنت صحيش مره ووصل النجم محمد رمضان الى كودوفور استعدادا لاحياء حفل افتتاح بطولة كأس الامم الافريقية 2024 وكان رمضان قال في تصرحات سابقة الحمد لله رب العالمين افتخر بان العرب الوحيد في الاغنية الرسمية لكأس الامم الافريقية واهد هذا النجاح لجمهور المصري اولا صاحب الفضل الاول بعد ربنا ثم جمهور العرب الغالي ثقف الله نجاح مستمر واحتفلت الفنان المغربية ساميرا سعيد بعيد ميلادها لستة وستين على طريقة نشرها الفيديو استعرضت فيه نية قطع البدنية بينما مارست الرياضة والهام شهين تتعاقد على فيلم الحب كونه مع المنتج شريف مندور وقال باسم يوسف خلال تصرحاته انه لم ينقذ حياة احد وما فعله مع الكاتب والاعلامي عمر أديب أثناء تعرضه لأزمة صحية هو رد فعل طبيعي وأي إنسان مكاني كان هيعمل كده ملك أورا شائعات الزواج تحاصل الحسنات تحتفل الموثلة المصرية الشابة ملك أورا في عيد ميلادها الـ 31 ورغم صغر سنها إلا إنها قدمت عشرات الأدوار في السينما والتلفزيون ولدت ملك أورا في العاصمة القاهرة يوم 11 يناير 1993 ووالدها رجل الأعمال محمد أورا ووالدتها الفنانة المصرية عبيل منير تتمتع الفنانة الشابة بواجه حسن وملامح بريئة وجزابة ومنص انتشارها وشائعات الأرتباط تحوم حولها لكن أكثرها ضجة مع أسيرة قبل أشهر عن ثواجها من رجل أعمال سرع وفي أكتوبر الماضي انتشرت شائعات عن ضاق واسع تفيد بزواج ملك من رجل أعمال في السر لكن والدتها خرجت ونفت الأمر وقالت الفنانة عبيل منير إن إمناتها ملك لم تتزوج كما يشاع معتبر أن كل الناس تتعرض للشائعات مشاهير وغير مشاهير وشقيقة شيرين عبد الوهيب جادة كبيرة قصيرة خلال الساعات الماضية بعد خروج إحدى الفتيات على موقع تيكتوب في فيديو تتهم شيرين أنها أختها من الأم هي وأمها مشيرة إلى أنها بعد تخليها عنها قررت العمل خادمة في بلوت من أجل أولادها وبعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو وإصارته للجدل خرج محمد عبد الوهيب شقيق شيرين عن سنطين وكذب تلك الفتاة وكشف عن تقديم بلاغا رسميا ضدها بسبب كلامها الكاذب عن شقيقه وذلك من خلال حسابه على الفيسبوك وأول أعمال سراء جوبيل بعد زواجها تصدرت محركات البحث مع تامر حسن تصدرت الفنانة سراء جوبيل محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلف بعد صورها في كليب النجم تامر حسن الجديد موحش تيكيش والذي صرحه منذ يومين ويعد الكليب أول زهور لسراء بعد زواجها مباشرة وظهرت الفنانة سراء في كليب أغنية موحش تيكيش لتامر حسن من ألبوم هرمون السعادة وكان زهورها منفتا حتى أن الأغنية تصدرت موقع اليوتيوب وأصبحت تريند رقم واحد بعد حصد أقصر بـ 2 مليون مشاهدة في 24 ساعة من ترحيل وأشاد الجمهور بشخصية وظهور الفنانة سراء جوبيل في كليب موحش تيكيش لتامر حسن والتي ظهرت كحبيبة للفنان تامر في الكليب وتركته لسبب ما وهو يذهب إلى الأماكن التي تواجد فيها سويا ليتذكره وخبرنا الأخير الحكم بسجن الطبيب المتسبب في الأزمة الصحية للأعيامية إيمان الحصر قادت محكمة جنح القاهرة الجديدة بالحكم على الدكتور ميم غين بالسجن الودة عامين مع الشوك وإنذان بكفالة مالية لإرتكاب الخطأ طبي أثناء علاج الإعلامية إيمان الحصر وكان المتهم قد أجرع عملية جراحية للإعلامية إيمان مقدمة برنامج دي أم سي وتسبب لها في أزمة صحية كبيرة نتيجة خطأ طبي كادب أن يؤدي بحياتها وفي نهاية الفيديو لابدتك أغضرنا لا تنسى تشترك في القناة واتفعل زر القرار عشان يبصنا الأهم وأخير الأعبار على مدار اليوم اشتركوا في القناة